تصادف اليوم العشرين من تشرين الثاني للعام الفين واثنين وعشرين تصادف الذكرى السابعة والثمانين لاستشهاد الشيخ عز الدين القسام والذي ارتقى في مواجهة مع الجيش الانجليزي في منطقة ما بين جنين ويعبد تسمى خربة الشيخ زيد طبعا استشهد مع اثنين من رفاقه الشيخ يوسف الزباوي والشيخ عطفة حنفي المصري وقد دفنوا ثلاثتهم في مقبرة بلد الشيخ في حيفا اليوم ضيفي في الاستوديو هو حفيد الشيخ عز الدين القسام السيد احمد القسام اهلا وسهلا بك معنا طبعا جاءنا من جنين الى استوديوهاتنا في رامالله في هذه الذكرى اول شي صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا استاذ احمد صباح الخير ويعطيك العافية وتحياتي لجميع المشاهدين والمستمعين ولجميع العاملين في التلفزيون والتنصار تحياتي لألك طبعا تستقر في الذاكرة الفلسطينية وحتى في الذاكرة العربية والعالمية اسطورة الشيخ الازهري عز الدين القسام الذي جاءت شهادته ايذانا ببدء الثورة الفلسطينية الكبرى في العام 1936 والمعروفة باسمه ايضا ثورة عز الدين القسام اول شي خلينا نحكي عن مسقط رأسه هو سوري الاصل من اللاذقية جبلة صحيح تقل الى فلسطين عائلته اليوم تعيش ما بين فلسطين وما بين سوريا خلينا نحكي شوي عن مسقط رأس الشيخ من قضاء اللاذقية درس في الازهر عاش اخر ايامه وحياته في فلسطين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يعني لما نتحدث اليوم في الذكرى السابعة والثمانين على استشارة القسام يعني في كثيرين مجرد ما نحكي أزيل قسام يقولك سوري وفلسطيني يعني في الحقيقة في يدارك لو قد كانت كلها بلاد الشام نعم صحيح لم يكن هناك هذه الحدود لوضعها سايكس بيوكو والاستعمار الغربي فيما بعد القسام ولد في مدينة جبلة الساحلية وقضاء اللاذقية عام 1883 ومثل أقرانه ورفاقه زملاء ودرس في كتاب صغير تعاليم الدين ومحو الأمية والتعلم القراءة والكتابة يبدو أنه لوحظ أنه في عنده تميز ونبوغ لذلك عندما وصل من العمر حوالي ستة عشر سبعة عشر عاما أصر وموافقة والده أنه يستكمل دراسته في الأزهر الشريف في ذلك الوقت كان الأزهر وما زال يعني هذا الصرح المديني ومنارة لكل العالم الإسلامي والعربي لذلك يعني سمح له من قبل العائلة بالسفر إلى الأزهر الشريف هو وشقيقه فخري وفي الأزهر الشريف بقي حوالي سبع تمان سنوات درس كل ما يتعلق في العلوم الدينية والأحاديث الشريف لأنه في عنده أصلا أيضا كمان حديث متواتر باسمه عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فبقي في الأزهر حوالي سبع تمان سنوات تعلم درس تأثر أزيدا بالجو العام في مصر كانت أيامها تقريبا ثورة عرابي صحيح ويعني صار عنده بنتيجة هذا الدراسة والاختلاط في كل العلماء أو الطلاب اللي كانوا يأتوا من كل أنحاء العالم العربي الإسلامي للتعلم فكان عنده شبكة علاقات أسس شبكة علاقات استفاد منها فيما بعد في ثوراته المتلاحقة وصقل موهبته الخطابية والدينية والعلمية في هذا الصرح متى بدأت قصته مع الجهاد؟ قصة جدك عز الدين قسام مع الجهاد بعد تخرجه من الأزهر يعني يقان أنه بهذه اللحظة بدأت بالضبط هو عاد 1907-1908 إلى سوريا ومارس حياته العادية والطبيعية في تعليم والخطابة والإمامة والشارح الأحاديث وتقوى محو الأمية في أكثر من المسجد داخل مدينة الجبل حقيقة يعني القسام كما صنفه الكثيرين هو يعتبر رائد الكفاح المسلح على مستوى الوطن العربي أو في القرن العشرين فرجيتني كتب قبل ما نتقل حتى الغرب كتب عنه وحل شخصيه نعم الغرب صحيح القسام ما كانت خطواته أو أولى ثوراته في فلسطين أو في سوريا كانت في ليبيا في ليبيا في ليبيا مع الشيخ عمر المختار مع الشيخ عمر المختار وهذه القليلين بيعرفوها ولكن هي أصلا مثبتة في قبل سوريا قبل سوريا لأنه لما بدأ الاحتلال الإيطالي بمحاصرة السواحل ليبيا قادهوا مظاهرات في مدينة جبلو كان ينادوا يا رحيم يا رحمن غرق أسطول الطليان يعني دعاء ومناشدة وابتهال لله سبحانه وتعالى أنه ينصرهم لكن عندما نزلت السفن الليبية إلى الساحل السفن الإيطالي إلى الساحل الليبي بدأت بالاحتلال عمد هو إلى شيء عملي فجمع أكثر من 350 متطوع من أبناء الساحل لأنه كان هو صار عنده جماهيرية وصار عنده استقطاب كبير في مساجد اللي بيخطف فيها وسافر فيهم إلى إسطنبول من أجل السفر بحرا إلى طرابلس ولكن لم يرفقوا نتيجة ضعف الدولة العثمانية في ذلك الوقت وتقريبا هزيمتها فعاد إلى سوريا مع 350 متطوع بجزء من الأموال اللي جمعوها بنى مدرسة يعني إيمانه في العلم لحد الآن اسمها مدرسة الشهيد عزيزي القسام في مدينة جبلة بسوريا ولكن ظل عنده إصرار وسافر مفرده هو وابن عمه عبد المالك إلى ليبي عبر مصر وحاملا معه ما استطاع جمعه من أموال وحلي بعض النساء لمساعدة الثورة الليبية التي كان يقودها في ذلك إلى الوقت الشهيد عمر المختار والتقى فيه وتعاهدوا على أنه يستمر في أنه يأمن له دعم ويأمن له سلاح ويأمن له رجال إذا استطاع إلى ذلك بقي عدة أشهر في ليبيا وسما عاد مع عودته وعادة الحياة الطبيعية ولكن مع بدء الاحتلال الفرنسي لأنه الاحتلال الفرنسي للساحل بدأ في سوريا قبل دمشق دمشق سقطت في عام 1921 في معركة ميسلون واللي كان في معركة كان يقودها وزير الدفاع السوري آنزاك اللي هو يوسف في العظمة ولكن الاحتلال الساحل السوري بدأ عام 1918 مع بدء الاحتلال الفرنسي لسوريا للساحل السوري مباشرة قاد القسام أول ثورة مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي وأوقعت فيهم خسار وإصابات كبيرة وكان يعني معظم أهل الساحل التفوا حوله ما حدب الفرنسيين إلى مساومته وتهديده عرضوا عليه القضاء عرضوا عليه الإفتاء رفض فشكلوا محكمة صورية في الديوان العرفي في مدينة اللازقي وحكموا عليه بالإعداء ولكن مع ذلك استمروا في ثورته في قتاله ضد الفرنسيين وأوقع فيهم خسائر يعني التاريخ ما قرأنا عنه وما رواه شفويا الذين عاصروا والذين شاركوا كانت معارك قوية وشديدة بالضبط متى بعد ذلك انتقل إلى فلسطين حسر القسام وصار يعني الصعوبة بمكان تأمين سلاح وتأمين عتاد وتأمين الأشياء اللوجستية ولكن هو أيضا عنده هوا وقلبه متعلق لفلسطين هو مدرك نتيجة دراسته نتيجة بعض نظر اللي عنده ونتيجة يعني اطلاعه على ما سجر فيه سايكش بيكو وفي وعد بالفور فهو عنده إدراك أنه فيه خطر حقيقي على فلسطين على القدس على الأقصى اللي هي المسجد الأقصى أولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرمين فلذلك شدوا حنينه ومحبته للمسجد الأقصى ولفلسطين أنه يتابع مسيرته النضالية في فلسطين لذلك هو غادر فلسطين عام 1921 بعد أن حضر معركة غادر إلى فلسطين من جبلة وكان معه مجموعة من رفاق وزملاء واللي كانوا معه في التساور السورية واستقر في حيفا وأعتقد أنه كان عنده أيضا زملاء ورفاق كانوا معه في الأزهر فلذلك هو اختار حيفا لمعرفته بالسكان أو لبعض الأشخاص الذين درسوا معه في الأزهر فلذلك لجأ لهم في البداية وساعدوه في السكن وفي تأمين عمل وفي الاستقرار في مدينة حيفا فعاش في حيفا عاش في تلك الفترة في حيفا وبقي في فلسطين لحد ما استشهد تفضل هو بقي بحيفا في البداية تم تعينه مدرس في مدرسة البرج الإسلامية وعين مأزون شرعي ولكنه دائما كان على الصدام مع الإنجليز دائما في خطبه في دروسه بحرد على الإنجليز بحرد على الاستعمال بحرك على الخطر الصهيوني اللي هو شايفه اللي هو قادم تحت حماية الإنجليز إنه يجيبوا هجرات يعني يهودي من كافة عن حاء العالم فلذلك كان دائما الصدام ودائما الاعتقال عند الإنجليز لذلك هو قرر أن يستقل في خطبه وفي دروسه عن الأوقاف الفلسطينية التي كانت بشكل أو آخر تتبع المندوب السلامي لبريطاني لذلك اتفق مع مجموعة من رجالات حيفا أنه يبنوا مسجد وسميا فيما بعد مسجد الاستقلال والهو باقي الآن الآن تقريبا يعني الزكرة المئوية الأولى في حيفا هذا المسجد للمسجد الاستقلال موجود في حيفا هذا المسجد في قرار بإعادة إعماره بضبط الآن في حملة حملة لإعادة ترميمه إعادة ترميمه لأنه الاحتلال كتير أغلقه وكتير منع صوت الأزان أنه منطقة يعني في مركزية في مدينة حيفا الأذان يشمع في الميناء في الأحياء العربية حتى والأحياء التي يسكنها اليهود لذلك هذا بيعمل يعني إزعاج بالنسبة لهم إزعاج أو استفزاز لمشاعرهم ولكن الأهل في حيفا يعني ربنا يحميهم ويوفقهم ما زالوا يعني مصرين ومتمسكين في هذا المسجد لأنه إلو رمزية تاريخية هل تقام صلاة في هذا المسجد رغم منع الأذان؟ حاليا تقام كل الصلوات في المسجد لكن بدون أذان يرفع الأذان يرفع وتقام صلاة جمعة وأنا أدرت مرة صلاة جمعة وتفاجأت بالحضور ونوعيته الحضور كلهم شباب يعني هذا التمسك والاحتراك يمنع ترميمه كان يمنع والآن في قرار بترميمه مع بدء الترميم الجديد أحضروا بعض المشرفين على ترميم بعض المواد البناء وقامت بلدية حيفا بمخالفتهم في محاولة لمنع العمل من الترميم أو الإبقاء على المسجد ولكن الأهل في حيفا يعني لم يسمح بترميمه لا ما زال مستمر الترميم رغم مخالفات البلدية رغم كل شيء مستمرين ومصرين على أن يحافظوا على هذا المنبر الديني التاريخي الأرث التاريخي الديني صحيح ما شاء الله أيضا ومش بس المسجد في مقبرة القسام اللي تقع في بلد الشيخ تقع على حوالي مساحة 50 دنم والاحتلال صار له أكثر من 20-30 سنة يحاول هدمها وتجريفها وإزالتها لأنه هاي أصلا المقبرة شاهد حي لأنه فيها مدفون كما قلت في البداية أنت أنه يوسف الزيباوي ومحمد الحنفي أصلا حنفي المصري هذا مصري الجنسية صحيح والشهد المستشهد أصلا لفوا كلهم بعلام دول عربية الخسام لفوا بالعالم العراقي ويوسف الزيباوي لفوا بالعالم المصري والمصري لفوا بالعالم السوري نعم فكانت تشكيلة رائعة تعبر عن واقع الوطن العربي المتعاطف المتجانس الملتحم مع بعضه والمدرك للخطر الاستعمار اللي كانت أيضا بعم كل الوطن العربي طيب اليوم خلينا نحكي أكتر كيف أسقطت هذه الأفكار والثورية والكفاح اللي قادوا الشيخ عز الدين القسام على الثورة الفلسطينية المعاصرة دعني أسميها ما يحدث في جينين طبعا نحن نسميها جينين القسام في مخيم جينين تحديدا الثورة التي زرعها القسام في جينين يعني واضح دائما عندما نقول جينين هي معادلة مختلفة عن باقي مدن الضفة لنتحدث بصراحة بثورتها بنضال أبناء شعبها بمخيمها بهذا الصمود الأسطوري فكيف ممكن أن نربط هذين الأمرين يعني إحنا إذا بدنا نقيم هاي التجربة فيما بعد بأجيلك أنا شو حكى يعني قادة الصهيونية عن القسام وشو تدرس عن القسام في بعض الدول عن تجربته ورياته لحرب العصابات لكن نحن نكون بالنسبة لجينين أنا اعتقادي أنه وضع مكانة جينين كانت تتوسط فلسطين انطلاقة الثورة المسلحة الكفاح المسلحة إعلانوا من جينين تأثر الأهل في جينين أنا بقول أنه هاي بزرة الثورة كان معركة نزلة الشيخ زيد عام 1935-2013 واللي استشهد فيها القسام كانت هاي صرخة أعتقد صداها يتردد في كل أنحاء فلسطين وبالذات في جبال جينين لأن الأهل والإخوان والمناضلين والمقاتلين في مخيم جينين أصلا مهجرين من حيفة ومن قضاء حيفة غالبيتهم وكل معظم آباءهم وجدودهم كانوا من رفاق القسام وتلاميذ القسام وفي ريف جينين وفي داخل مدينة جينين يعني أنا تقريبا ما لتقيت مع شخص من سكان جينين أو ضواحي جينين أو مخيم جينين إلا كان جده أو عمه أو والده إذا كان هو كبير بالسن كان أحد تلاميذ أو رفاق القسام في الثورة وأيضا القسام تشتغل لفترة مأزون شرعي لذلك كتير كان له علاقات ويتردد هو استغل هاي الوظيفة كغطاء للتردد والتجوال في كل أنحاء فلسطين من أجل يعني الدعوة للثورة ومن أجل استقطاب وتنظيم العديد من الرجالات فلسطين في ذلك المكان أنا بقول جينين حملة هذا الاسم هي تعرف أنه تحمل اسم كبير أنه جينين قسام جينين رائدة الكفاح المسلح لأنه هو أول ثورة حقيقية طبعا يعني إحنا نحكي الشخص دين قسام هو مؤسس الثورة بفلسطين التي انطلقت من جينين بالضبط وفيما بعد أصلا خليفته في الثورة كان من جينين أصلا أو من المزارج هو الشيخ فرحان السعدي نعم والشيخ نمر السعدي وفي الشمال كان من طول كلم الشيخ عبد الرحيم الحج محمد والاستجهد أصلا في جينين وفي منطقة سهل صانور معظم البعارك اللي حصلت في المقاومة الفلسطينية وفي الكفاح المسلح الفلسطيني بالأمس وثلاثين وفي الستة وثلاثين وحتى تسعة وثلاثين في معارك بلعة والمنطار كلها كانت في الشمال وكلهم كانوا فيما بعد من ستة وثلاثين إلى تسعة وثلاثين كان كلهم رفاق وتلاميذ القسام ويعني من مريدي لنقول بشكل أو آخر وكلهم كانوا تدربوا ودرسوا على يد القسام لهم كانوا يدرس يعطي دروس يعطي خطب يتجول في كل المناطق يحض ويحرض على الثورة يأمن سلاح هو لما حضر إلى فلسطين فيما بعد حضرت زوجته عن طريق أخوه فخري اللي كان دروس معه في الأزهر ولكن الشيخ فخري شقيقه كان مسؤوليته تأمين العتاد بعته الشيخ عز الدين إلى سوريا باع منزله واشهر فيه السلاح وحضره إلى فلسطين فكان يعني هو كان بالنسبة لزملائه أنه قدوة لذلك عندما حصل أصلا في عبد في نزلة الشيخ زيد طلبوا الإنجليز منه الاستسلام وأصلا فتحوا إله طريق للهروب لكن رفض قال أنه إحنا دائما من نعلم الناس على الجهاد ومنحضهم لازم نكون إحنا قدوة لهم فنادى في زملائه أنه لا استسلام وهذا جهاد نصر أو استشهاد واستشهاد وقاتل حتى آخر طلقة تقريبا هذا الكتاب الذي معك كاتب غربي كتب عن الشيخ عز الدين القسام قال أنه لو استمر لهو كان عمل شرق أوسط جديد هذا الكتاب العنوان اسمه عز الدين القسام هذا كاتب كندي اسمه مارك سانغان حضر إلى فلسطين من حوالي 7-8 سنوات وقال لي قرأت عن القسام ولكن أنا أريد أن أعمل كتاب باللغة الإنجليزية لأنه مطلوب مني أصلا المطبعة بشيكاغو والأتاوى الدار النشر فكان فيه إجماع أنه بدون يقيموا تجربة القسام لأنه فيما بعد كان كل ما يحكى عن كفاح مسلح أو قتال يؤتوا على ذكر القسام فكانوا معنيين بدراسة هذه الشخصية يقول أنه لو استطاع القسام انتصار بإحدى ثوراته إن كانت في سوريا أو في فلسطين لكان غير وجه الشرق الأوسط من منظورهم لأنه كان التغت حدود سايكو ولتغوات بالفور نعم فهمنا هذه النظرة وهذه التجربة وهذه الدراسة وبالورد هاي المفاهيم عندهم لأنه يعني هذا أفضل عنوان لكتاب قولي فعلا القسام في كتاب كان ألفه المرحوم سميح حمودة نعم كمان كان كتاب رائع جدا ودخل في كل التفاصيل وفي عدة كتب منهم في دكتور عماد زكي من دبي نعم حط عنوانه رجل لكل الغزاة أنا لما سألت له طب يعني ليش ما كتبت عزيز القسام قال لي لا أولا مشان يعني أستطيع أنه شد الناس مين هو هذا الرجل كمان أنشوف لأنه لأسف الآن في بعض الدول قال لك القسام آه يعني صار آه يعني لأنه مرتبة اسمهم فبقول لي هذا قاتل كل الغزاة بقول لي قاتل الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين والصهيونية العالمية اللي فيما بعد يعني شكلوا إسرائيل حتى الاحتلال كان له يعني نظرة احترام للشيخ القسام حتى نفسه بن جوريون يعني فيه كتير تحدثوا عنه يعني فيه هون كتبوا بأحدى الصحف الإسرائيلية كاتب إسرائيلي يقول فوجئ أعضاء اللجلة التنفيذية لحزب مضاي الصهيوني عندما أصر زعيم الحزب ديفيد بن جوريون والذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال على طرح قضية الشيخ عزي القسام الذي استشهد على قضية استشهد الشيخ عزي القسام على أيدي أفراد قوات الانديدية بريطانية على جدوى الأعماء المؤتمر الحزب الذي انعقد في الثاني من ديسمبر عام 35 بيسترسل الكاتب وبينما كان العرق يتفسد من وجنتيه قال بن جوريون إنه الأمر خطير جدا إنها المرة الأولى منذ أن تفجر الصراع بيننا وبين العرب مش بس الفلسطيني بيحكي عن العرب شكل عام طبعا أن يبرو الزعيم عربي يحمل فكرة ومبدأ ويضحي بنفسه في سبيلهما إن هذا التطور ستكون له أبعاد عميقة ذلك لأن كل الزعماء الذين واجهناهم حتى الآن لا يحظون باحترام جماهيرهم لأن معرفة هذه الجماهير أن هؤلاء الزعماء يبيعون شعوبهم من أجل مصالحهم الخاصة زي ما بيحدث عننا الآن زي ما بيحدث عننا إن كان هنا وإن كان في بعض نعم إذا بدك تكمل شيء آخر فيه كان كمان إشي كان كمان عن بن جوريون بيحكي نعم بيحكي برنامج في إزاعة رشيد بيتها الإسرائيلية بقول أنه كانت المناسبة بذكرى استشهاد القسام حتى عندهم بيقيموها وأنا لما نسجنت جاءني أحد كبار الضباط الإسرائيليين وعمل معي لتحدث عن القسام وعن تجربة القسام لأنه هم أيضا عدونا بيحاول يعني يفهم هاي المعادلة ويفهم هذا الحدث التاريخي اللي لازال صدايا يتردد حتى الآن فبقول البرنامج كان بنواسبة بذكرى استشهاد القسام التي كانت في بعض الأيام المزيع بدأ البرنامج بقوله أن هذا اللقاء سيزعج الكثير من المجتمعين طبعا اليهود لكنه أفضل معرفة الحقائق ولو كانت مزعجة طبعا خلال اللقاء نتحدثون عن الشيخ الشهيد بصفة الإرهابي المتطرف المتشدد لكن مع ذلك مضمون الحديث هو مشابه لكلام بن جوريون ومشي دايا عن الشيخ الرجل بيقوله عنه كان أول أعدائنا الكبار في هذه الأرض لكنه كان أيضا أول قائد عربي في فلسطين يقود بدمه وبتضحياته وبإخلاصه بعد أن كان القادة قبله أبناء العائلات الإقطاعية الشهيرة المعروفة يقودون الناس ضمن اهتمامات متعلقة بالشهرة والتنافس للأسف هذا الصراع الداخلي والآن إحنا بعد مئة سنة من النضال نسأل حالنا أين نحن؟ أين نحن من مؤسس الثورة وأنت كونك من عائلة الشهيد الشيخ عز الدين القسام سؤال الأخير إليك في هذا اللقاء تقريبا خلينا نقول مئة عام بده يصير على تأسيس هذه الثورة الفلسطينية التي أسسها الشيخ عز الدين من جنين أين نحن اليوم؟ يعني سؤال صعب جدا أن نحن نجواب عليه ولكن أنا بقول أنه هذه التجربة اللي صرها مئة عام لأطلق شرارتها القسام ورسم معالم طريقة أنه لا يمكن أن نحرر فلسطين ونسترجع بلادنا إلا بالكفاح المسلحة كثير من القيادات التي أتت فيها بعد حادث عن الطريق راهنت على وهم وعلى سراب أنه لما انطلقت ثورة الخمس وستة وثلاثين بعض الزعامات التقليدية في فلسطين كان لهم رأي آخر أنه إحنا في عود بالإنجليز أنهم يعطونا استقلالنا ولذلك رفضوا التعاطي مع القسام بإطلاق الثورة إن كان في القدس وإن كان في الجنوب ولذلك أنا أعتقد أنه أو بشوف أنه التاريخ بعيد نفسه بعض القيادة الفلسطينية الحالية بتتراهن على وهم أنه قد يعطينا الاحتلال شيء بالسلم أو بالاستسلام ولكن هذا ما بيزيد إلا الطين بالله ونحن ما لم نعود إلى رشدنا الثوري الحقيقي الوطني وبالكفاح المسلح وباستعادة وحدتنا الوطنية أنه الوحدة الوطنية أنا قلت سابقا وما زلت أقول وأكرر أن هذه أسوأ من النكبة ومن النكسة هذه الوحدة الوطنية الانقسام الحاصل حاليا أنا رأيي بتحمله الجميع كل الفصائل العمل الوطني والإسلامي وإذا هم عاجزين عن إعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الشعب الفلسطين إن كانت ضفة والغزة ومع أنا تحياتي الخالصة واحترامي لأهلنا في الثمارة الوطنية لأنهم كانوا مازالوا متماسكين بعروبة الأرض هاي وفلسطينيتها إذا لا يستطيعوا تحقيق وإعادة الوحدة الوطنية عليهم أن يرحلوا لأنهم غير جديرين بقيادة الشعب الفلسطيني كل الفصائل لا أستسلي منها أحد وأنا يعني بهاي المناسبة بعزي أهلنا في غزة بالمأساة اللي صارت قبل يومين الحريق الأهل الأبودية والآخرين ونتمنى أنه نصل إلى لحظة الحقيقة ونعرف مين عدونا ونقاتل ضده وننتهج نهج السابقين أنهم أناروا إلنا الطريق وزرعوا بزرة الثورة أول شيء أشكرك على حضورك شكرا جزيلا ودائما الناس الموجودين من نسل القادة والعظماء والمؤسسين ومؤسسين للتورات ومؤسسين للتاريخ أسس تاريخ بحاله نحن نتشرف بأن نستضيفهم أكيد شكرا جزيلا لإلك لحضورك رحم الله الشيخ عسدين القسام شكرا جزيلا لإلك أنا نتشرف حقيقة أني أنا في تلفزيون وطن أشكركم جميعا أشكر كل العاملين فيك أهلا وسهلا فيك السيد أحمد القسام تحياتي لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة